المنظمة الدولية للهجرة تستغيث بالمجتمع الدولي وتقول إنها بحاجة إلى توفير 45 مليون دولار لإنقاذ حياة 113 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن وإثيوبيا وجبوتي وصومال المنظمة أضافت أيضا أن 160 ألف مهاجر سيكونون بنهاية هذا العام مسجلين ضمن من دخل اليمن من القرن الإفريقي يدرك هؤلاء أن الرحلة إلى اليمن هي تحدي مع الموت ولكنه أمل الحياة الصراع البقاء يحدو بهم إلى أرض لم تكن حتى لساكنها الذين تشردوا في المنافع الداخلية والخارجية التحديات كثيرة بالنسبة للمهاجرين بدءا من الاستغلال الذي يتعرضون له من المهربين الذين يسلبونهم أموالهم ويغامرون بحياتهم في البحر وعند وصولهم إلى اليمن تبدأ معاناة أخرى فهؤلاء قد يستغلون في الحرب من قبل الميليشيات وقد سجلت حوادث كثيرة من هذا القبيل